بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وابارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضرتكم سيادة الرئيس والأمة العربية والإسلامية ملوكا ورؤساء وحكاما وشعوبا في مزيد من التقدم والرخاء والقوة والعزة والمنعة واليمن والخير والبركات وبعد فمن دلائل الخير والفأل الحسن أن يواكب احتفالنا بذكر المولد النبوي الشريف هذا العام الاحتفال بانتصارات أكتوبر التي أعزَّ الله بها العرب والمسلمين وأيَّدهم فيها بنصرٍ من عنده وأعاد إليهم أرضهم وديارهم بعد أن كبَّدوا المُعتدين ما لم يكن يخبرُ لهم على بالٍ ولا على خيالٍ من خسائر فادِحةٍ في الأرواح والسلاح والعدَّة والعتاد وإنَّ في اقتران هاتين المُناسبتين اليوم وبعد مُرور ما يقرُب من نصف قرنٍ من الزمان لرمزًا يُوحي إلى المسلمين بأن استعادة مجدهم وقوَّتهم مرهونةٌ بمدى التزامهم بترسُّم خُطَى نبيِّهم الكريم محمدٍ صلى الله عليه وسلم وبالتأمُّل الدَّؤوب في أنموذجه المُتفرِّد وهو يبني أُمَّه وينشِئُ حضارةٍ لم يتحقَّق لحضارةٍ أخرى ما تحقَّق لها من بقاءٍ وصمودٍ خمسة عشر قرنًا من الزمان وكذلك ما تطلَّبُه هذا التأمُّل من تذاكُر سُنَّته الشريفة وتعاهُدها والحرص على تطبيق ما تنطوي عليه من قيمٍ إنسانيةٍ واجتماعيةٍ علياً وبخاصَّةٍ قيمةُ العدل والتراحم والمُساواة بين الناس وقيمٌ أخرى لا يتَّسعُ لها المقام سجَّلها تاريخُه صلى الله عليه وسلم وسيرته التي أوصانا بأن نضعها نُصبَ أعيننا إن أردنا لأنفسنا كيانًا لائقًا بتاريخنا وحضارتنا التي قدَّمت للعالم أجمع دروسًا في التهذيب والتنوير والتثقيف وتصحيحًا للمسار شهِد بها أعداء هذه الحضارة قبل أن يشهد لها بها أصحابُها وأصدقاؤها وقد نبَّهَنا رسولُنا صلواتُ الله وسلامُه عليه إلى هذا كلِّه في قوله تركتُ فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضِلُّوا أمراً بيِّنًا كتاب الله وسنَّتي وقال تركتُكم على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالك ولعل عالمنا اليوم لا يرتابُ في أنه بات في أمسِّ الحاجة إلى هدِّي صاحب هذه الذِّكْرَى محمد صلى الله عليه وسلم وهدِّي إخوانِه من الأنبياء والمرسلين صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعين وذلك بعدما خسِر العالم المُعاصِر رهاناتٍ عاش على وعودها البراقة في إقرار السلام وإنهاء الحروب ما يُقارِبُ أربعة قرونٍ طوال ما يُقارِبُ أربعة قرونٍ طوال أن يكن تحقَّق للإنسانية فيها من الرُّقي المادِّي ما لم يتحقَّق لها منذ فجر التاريخ وحتى اليوم إلا أنها في سباقها المادِّي المحموم عانَت ولا تزالُ تعاني من فراغٍ هائلٍ في المعنى وفي القيم والقواعد الأخلاقية وبحيث أصبحت الأزمة أزمةً أخلاقيةً بوجهٍ عام وكان مبدأ التراحم أول ضحيةٍ خسِرها إنسانُ اليوم وهو يُهرُّلُ نحو التعبُّد بأصنام الأنانية والأثرة وتأليه الإنسان وتقديم رغباته الخاصة وشهواته الجسدية وتحرُّره من ضوابط الدين وقيود الأخلاق الراقية وأصبحت وفرة المال وقوة الاقتصاد وتجارة السلاح هي المعيار الذي لا معيار غيره في تمييز الخير من الشر والحسن من القبح بل أصبح هو الحكم الذي لا رادَّ لقضائه في نزاعات عالمنا وصراعاته وحُروبه التي إن دقَّت طبولُها لا قدَّر الله فإنها ستعودُ بنا وبحضارتنا وربما بين عشيةٍ وضُحاها إلى ما قبل حضارة القرون الوصلاً السيد الرئيس الحفل الكريم إن مبدأ التراحم وأهميته القُصوى في استقرار حياة الأفراد والمجتمعات والذي نبحث عنه اليوم كما يبحث الأعمى عن قُبَّعةٍ سوداءَ في حُجرةٍ مُظلمة هو من أخص خصائص شخصية صاحب هذه الذكرى العطرة صلواتُ الله وسلامُه عليه وإن الحديث في هذا الجانب المُدهش في شخصيته صلى الله عليه وسلم حديثٌ طويل أُفرِدَت لبيانُه مؤلَّفاتٌ مُستقِلَّةٌ برأسها تنطلِقُ من الخطاب الإلهي الذي سمَّاه الله فيه باسمَين من أسمائه في قوله تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ وقد يُقالُ إن هذه الآية تُشيرُ إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين به فقط دون غيرهم وهو قولٌ قد يكون له وجهٌ من الصواب لولا أن آيةً أخرى جاءت لتؤكِّد على أن الغاية العليا من بعثته صلى الله عليه وسلم هي إيصالُ رحمة الله إلى الخلق أجمعين وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين وأن الرحمة هي قطبُ الرحى في رسالته صلى الله عليه وسلم في كل مجالاتها عقيدةً وأخلاقًا وسلوكًا وتشريعًا بكل أبعاده الفردية والأسرية والمجتمعية والدولية ثم إنه صلى الله عليه وسلم يؤكِّد هذا المعنى في قوله الشريف إنما أنا رحمةٌ مُهدَاه للدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم بذاته وصفاته ليس إلا تجسيدًا حيًّا لرحمة الله تعالى التي يُقدِّمها هديةً للخلق أجمعين ثم يتكرَّر هذا المعنى على نحوٍّ أوسع وأشمل وللمرة الثالثة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنما بُعِثتُ لأُتمِّم مكارِم الأخلاق والذي يؤكِّد هذه المرة على أن مكارِم الأخلاق عامةً هي المقصدُ الأصيل من رسالة الإسلام بل من سائر الرسالات الإلهية قبل الإسلام يدلُّنا على هذه اللفتة المحمدية المُنصفة للرُّسل السابقين قوله بُعِثتُ لأُتمِّم مكارِم الأخلاق فهو صلى الله عليه وسلم مُتمِّمٌ ومُكمِّل لما أسَّسه إخوانُه السابقون عليه وليس منشئًا لمنظومة أخلاقٍ وقيمٍ جديدة لا عهدَ للأديان الإلهية السابقة بها من قريبٍ أو بعيد الحفلُ الكريم لا أُجاوزُ الحقيقة لو قُلت إن مظاهرَ رحمته صلى الله عليه وسلم تستعصي على العدِّ والحصر والإحصاء فقد كان لهذه الرحمة فضلٌ على التاريخ حين أنقذت بعثته أُممًا كانت على وشك الاحتضار أو الانتحار واسألوا دولة الفرس والدولة الرومانية وأوروبا الشمالية ومصر والهند وجزيرة العرب وقارنوا أحوالها وقت المبعث بأحوالها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بعقدٍ أو عقدين من الزمان فهناك سوف يتضح الفرق ويصدُق القرآن الكريم والحديث الشريف ثم إن هذه الرحمة لم تقبض يدها عن مستحقِّيها من المسلمين ومن غير المسلمين حتى ممن ناصبوه العداء وأظهروا له الكراهية والبغضاء وآذوه في بدنه وفي أسرته وفي سيرته وعرضه ولم يكتف بالعفو والصفح والمغفرة بل كان يزيد على ذلك ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وكان الضعفاء من أصحابه ومن غير أصحابه هم أحقُّ الناس برحمته وحنانه واهتمامه فكان يُصِي أصحابه بخدمهم ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذِّبوا خلق الله عز وجل فإن كلَّفتموهم فأعينوهم وجاءه أعرابيٌ فقال له يا رسول الله كم أعفو عن الخادم كل يوم قال سبعين مرة وكان ينهى أصحابه أن يقولوا عن خدمهم عبدي وأمتي ويُذكِّرهم بأن الكل عبيد الله وإماؤه وأن الصحيح أن يقال فتايا وفتاتي وكان يُصِي بإعطاء الأجراء أجرهم قبل أن يجفَّ عرقهم وكان يوَقِّر الكبير ويرحم الصغير وكان رحيمًا بالأطفال قال عنه أنس بن مالك وهو يصف رحمته بالأطفال ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال والأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يُصلي أحيانًا وهو يحمل أمامة ابنة بنته السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها فإذا سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها وقد نالت البنات من رحمته فوق ما ناله الأبناء الذكور مُخالِفًا بذلك ما تعاهد عليه مجتمعه وتعارف من تفضيل الابن على البنت وكان يقول من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلُغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضمَّ بين أصبعين ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفتُه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حرٌّ لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمسَّتك النار أما رحمته بالأيتام فحدِّث ولا حرج ويؤثر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام حكمته الخالدة التي تقول خيرُ بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيمٌ يُحسنُ إليه وشرُّ بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيمٌ يُساءُ إليه ومن يقرأُ سورة الضحى وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم ويتأملُ في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر يعجبُ لهذا الدين الذي يفتتِحُ تعاليمَه وتوجيهاتِه بأوامِرَ تحمِي اليتيمَ والفقيرَ السائلِ أو قل تحمِي الضعيفَ من انتهاك حرمَته وجرحِ مشاعره وتأمَّل مثل ذلك في سورة الماعون وهي أيضًا من أوائل السور المكِّية واستعرض آياتها الأولى أرأيت الذي يُكذِّبُ بالدين؟ فذلك الذي يدُعُ اليتين ولا يحُضُّ على طعام المسكين ثم تساءَل عن المكذِّب بالدين وعن أبرز صفاته وعلاماته وسوف تُجيبُك السورة الكريمة بأن المكذِّب بالدين هو الذي يدفعُ اليتامى بعُنف ويقبِضُ يدهُ عن إطعام المساكين وإذا أكملت السورة فسوف تزدادُ معرفةً بأن الذي يُكذِّبُ بالدين هو أيضًا الذي لا يخِفُ لمساعدة الجار والقريب حتى لو كانت المساعدةُ بأهون الأمور وأقلِّها شأنًا وكان صلواتُ الله وسلامُه عليه يُحِبُّ الفُقراء والمساكين ويخُصُّهم بالكثير من رعايته ورحمته وكان من دُعائه اللهم أحيني مسكيناً وأمِتني مسكيناً وحشُرني في زُمرة المساكين يوم القيامة وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما شبِع آل محمدٍ من طعامٍ ثلاثة أيامٍ حتى قُبِض وتحكي رضي الله عنها أنهم ذبَحوا شاتًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها فقالت ما بقي منها إلا كتفُها قال بل بقي كلُّها غير كتفها في إشارةٍ منه صلى الله عليه وسلم إلى أن ما وزِّع من الشاه وهو الأكثر هو الذي بقي عند الله وأما كتفُها فإنه لم يبقَى لأنه ذَهَبَ طُعْمَةً لآل بيته وقال مرةً لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إذا طبخت مراقةً فأكثر ماءها وتعاهَد جيرانك يقول ذلك لأبي ذر الصحابي الشهير بفقر ذات اليد وكان حُضُّ أصحابه على البذل والتصدُّق ما وسِعهم ذلك ويُوصِ النساء بأن لا تحقِر الجارة شيئًا يمكن أن تتصدَّق به على جارتها مهما كان قليلاً أو يسيرًا يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقِرن جارةٌ لجارتها ولو فرسنا شاه أي ولو عظمةً صغيرة عليها لحمٌ قليل حتى المخلُقات الضعيفة لم تُحرم من رحمته بل من تدخُّله بشخصه الشريف لحمايتها ودفع الخطر عنها وعن عيالها وفي ذلك يروي بعض أصحابه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأوا ضائرًا كالعصفور له فرخان صغيران فأخذ أحد أصحابه هذين الفرخين فجعل الطائر يروح ويغذو ويضرب بجناحيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من فجَّع هذه بولدها رُدُّوا ولدها إليها وكان يقول من فرَّق بين والدةٍ وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة ولعلَّ فيما صردناه وهو قطرةٌ من بحر بل من بُحور ما يعزِّز الدعوى التي سلفت في بداية الكلمة بأن المعارف والتعاليم الإلهية والخُلُقية والتشريعية التي تزخر بها مدرسة محمدٍ صلى الله عليه وسلم هي خريطةٌ نجاة للعربي وللمسلمين في معركتهم الحضارية اليوم وفي صياغتهم لمجتمعاتٍ معاصرةٍ صياغةً قوامُها ثوابتُ الأخلاق جنبًا إلى جنب المصيرة العلمية والتقنية سيادة الرئيس مرةً أخرى كل عامٍ وسيادتكم في مزيدٍ من الخير والتوفيق والسداد وتحيةً من الأزهر الشريف لجهدكم الكريم الدؤوب ولعملكم الذي لا يكل ولا يمل من أجل رفعة مصر والمصريين وفقكم الله وكل عامٍ وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة